مرحبا بكم متابعين الكرام في فضائكم الاجتماعي أرشيديني كما عودناكم في كل عدد من هذه الحصة أجيبكم عن استفساراتكم انشغالاتكم كل ما يعيق حياتكم وعلاقاتكم الأسرية تتزامن حصة اليوم مع أول يوم من اجتياز امتحان شهادات البكالوريا لباناتنا وأبنائنا موفقين إن شاء الله بعد كد وجد طيلة السنة الدراسية نذهب مباشرة لنتعرف على سؤال اليوم المتعلق كذلك بهذه المناسبة وهي امتحان شهادة البكالوريا أمين من العاصمة يقول أستاذة من فضلك قدميننا نصائح كيف نتعامل مع ورقة الامتحان لنتفادى القلق والتوتر نعم اليوم قلت أنه عدد 700 ألف مترشح لامتحان شهادة البكالوريا سيمتحانون بعد سنة من الدراسة والمراجعة نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله بناتنا وأبنائنا ونقول لكم أنه الجانب النفسي عنده أثر كبير على التحصيل على إسقاط المعلومات والمهارة يوم الامتحان نعم يعني لازم تركزوا أول شيء على مجابهة توتر والقلق أكيد تقول لي أستاذة أنا أول ما ندخل للقسم مع الجو الجديد والاستثنائي الجانب الشكلي الحراسة قاعد في طاولة واحدة إلى آخره في البداية ينتابوني نوع من التوتر والقلق الكثير يقول لك أنا يقول لي قلبي يخبط بزاف لأتصبب عراقا هذه الأعراض النفسية الجسمية جراء يعني التوتر خاصة أول يوم من الامتحان لكن لازم نقول لكم بناتنا وأبنائنا علينا التحكم في هذه الحالة النفسية وهذا باتباه هذه النصائح البسيطة جدا قبل ما ندخل للامتحان لازم تكون عندي أفكار إيجابية لذاتي نعزز ثقتي في نفسي هذا كيف يكون؟ يكون بأني نحضر نفسي إيجابيا يعني نقول أنا سأنجح نوضع بدائل الأفكار السلبية كي يم بزافاني خايف ما نش قادر هل أنجحوا تلك التساؤلات والصراعات الداخلية أنت تبدلها إلى مشاعر وأفكار إيجابية جدا رح تمتلك كثير من الطاقة رح يكون هلك الوقود ليخليك تجاوب بأريحية وتقوم بإسقاط كل المعلومات والمهارات اللي قريتها طيلة السنة في الورقة بدون تشتت في التفكير بتركيز عالي وبالتالي رح يكون تحصيلك والنتائج رح تكون إيجابية إذن قلت قبل ما ندخل لا نتكلم في الامتحان ولا في الأسئلة التي نتوقعها تكلم مع زملائك أي موضوع مزح معاهم قلهم إن شاء الله سننجح بعد الكد والجد لكن أنك تتكلم في المادة اللي رح تمتحن فيها نحن خطأ ممكن يطحونها كأنا ما حفظش هذا السؤال راني خايف اتفادة حتى إذا شفت مجموعة يتكلموا في هذا الموضوع انت ابتعد خلاص راني دخلت الآن راني أمام ورقة الامتحان إذا حسيت أنه أعراض القلق والتوتر يعني بادية عليك والتي تتضح فيه قلت العرق وخفقا في القلب لأخيره انت تحط سيالة استرخاء تعطي وقت نفسك تنفس عميق لأنه رح يساعدك في امتصاص هذا القلق والتوتر بشي مباشرة تنقل أنا مقلق نروح قبالا نقرأ السؤال ثلاث دقائق أربع دقائق حتى الخمس دقائق تتوازن فيها نفسيا وتنقص من حدة التوتر رح تنفعك في الوقت المحدد للامتحان بالعكس رح يكفيك الوقت يا بني ويا ابنتي لأنه إلا رح تتجاوب وانت متسرع ومقلق إلى آخر وخف ننسى الجواب هذا رح يضرك أكثر من رح ينفعك خمس دقائق تاخد فيها نفس عميق استرخاء نشحن نفسي بالإيجابية ما نخليش الأفكار والوساوس تغلب عليها نخلي بالعكس أمل أنا نخلي أمل في النجاح نخلي أفكار اللي تقول أنا قادر نجاوب كل هذه التصورات الإيجابية رح هتعاوني في أنني نجاوب الإيجابة الصحيحة قلت خلاصا ندرت استرخاء وقعت خمس دقائق مباشرة نروح ندرس ونقرأ السؤال جيدا قراءة السؤال تطلب مني الوقت نعم لأنه أحيانا العديد من الممتحينات والممتحينين يقرأ بسرعة يقول لك خلاص راني فهمت لا تقرأ وتطي وقت حتى الخمسطاش عشرين دقيقة وانت تقرأ في الأسئلة براوية بتركيز تام إذا وجدت أنه هناك سؤال صعب تخليها لحيدا وتبدأ بالأسئلة سهلة التناول ودائما نعرف أنه كل سؤال فيه مفاتح مثلا لو عندك موضوع في سؤال آلف وعندك موضوع في سؤال با المسودة أوضع الأفكار الأساسية أو مفاتيح هذا السؤال كذا وكذا يعني قلت سؤال أول مليح فهمته نروح في المسودة نكتب كذا وكذا وكذا نحطها على حيدا بعدها السؤال الثاني السؤال الثالث مثلا اللي ما عرفتوش ولا جاني صعب نحطه لأنه انتاء المعلومات والإجابة عن السؤال الثلاث موجودة لكن استرجاحها يطلب منك أنك تنتظر شوية يطلب منك أنك تروح لسؤال آخر حتى تعاود تسترجع المعطيات حول هذا السؤال الكاثرات والكاثرين يقول لك سؤال كنت نعرفون بعد نسيت رحلي لا ما رحلكش فقط يطلب الهدوء أكثر والتركيز أكثر وإعطاء نفسك الوقت لكي تسترجع إجابة السؤال كون منهجي في التفكير لا تتسرع لا تنفعل ما تخليش سؤال صعب هو يتغلب عليك وانت رأي عندك الإجابة كيم الزاف يقولوا أنا كين خرج من الامتي حنت تفكر للجواب سبحان الله أنا مقول لك هنا أنه العائق كان نفسي لأنك تقلقت وخفت من هذا السؤال ما تخاف حتى سؤال لأنك واش تمتحني اليوم درسته طيلة السنة لأنك راجعت لأنك تعبت لأنك قريت لأنك فهمت هذه البرمجة لنحبكم ديروها قبل ما تدخلوا الامتحان ويوم الامتحان وكنا تكلمنا في حساس ماضية حول التحضير النفسي كيف نجابه الخوف والقلق كيف نجابه رهاب الامتحان تكلمنا عليه في حساس كثيرة جدا واليوم رانا يوم الامتحان نتكلم كيف نتعامل مع ورقة الامتحان أو مهارات التعامل يوم الامتحان نعاود نقول الآن خلاص بقت بالسؤال السهل حطيت المفاتيح في المسودة بعدها نعاود نرجع لهذا السؤال الصعب نكمل الامتحان التاعي نقرأ مليح ورقة الامتحان عند خروجي من القسم ضروري جدا أني أتفادى الحديث عن الامتحان لجسته خلاص نطوي الصفحة حتى لو مثلا كان تحصيلك أو آدائك في امتحان متوسط ما تخليش هذا يأثر عليك تروح الامتحان الثاني وكلك إيجابية في أنك ستجيب أجوبة ممتازة وبإذن الله النجاح لكل بناتنا وأبنائنا نعاود نقول العزيمة الإرادة القوية الثقة في الله في أنفسكم الهدوء أثناء تناول مواضع هو من أسس النجاح في نهاية هذا العدد من حصتكم الاجتماعي يرشديني جزيل الشكر لكل الرسائل التحفيزية التي تصلنا إلى أن يتجدد موعدنا بكم تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل معي ترجمة نانسي قنقر